بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم عزيزي الطلاب في استكمال درس اختبارات الفروض في حالة متوسط المجتمع إذا كان المجتمع طبيعي وتباينه غير معلوم وحجم العينة صغير أقل من 30 هناخد مع بعض مثال لمعرفة أصل غزاء معين على زيادة الوزن تم اختيار عينة عشوائية من 6 أرانب إذن إن بتساوي 6 تم تغزيتها بهذا الغزاء وكانت الزيادة في أوزانهم بعد التغزية كالتالي هذه هي قيم الزيادة الستة فهل يمكن الحكم على أن هذه العينة مسحوبة من مجتمع متوسط الزيادة فيه هو 1 و 2 من 10 مسحوبة من مجتمع إذن هذه هي الميون عايزين نختبر إذا كانت بتساوي 1 و 2 من 10 أو لا تساوي وذلك عند مستوى معنوية 1500 بفرض أن المجتمع يتبع التوزيع الطبيعي يم يتحدث معي عن هذا المجتمع سواء كان من حيث لانحراف المعيار أو التباين إذن التباين مجهول التوزيع طبيعي توزيع المجتمع الأصلي توزيع طبيعي حجم العينة صغير بالتالي هنستخدم توزيع تي لإجراء اختبارات الفرود لإجراء اختبارات الفرود سوف نستخدم توزيع تي لأن المجتمع أتبع التوزيع الطبيعي تباينه غير معروف حجم العينة صغير الاختبار هذا زو طرفين مين اللي قال لي بيقول لي اختبر أنه بيساوي 1 و 2 من 10 أو لا يساوي أو لا يساوي إذن اختبار زو طرفين الخطوة الثانية نوجد فيها إحصائية الاختبار باستخدام العينة من بيانات العينة أقدر أني أجمع جميع القيم وأسمهم على عددهم اللي هو 6 مجموعهم طلح 11 و 8 من 10 على الستة أي أنه متوسط العينة 1.967 لإيجاد لانحراف المعياري S S في العينة بتساوي الجزر التربيعي لواحد على إن ناقص واحد أي واحد على ستة ناقص واحد في مجموعة مربعات الـ X كل قيمة من القيم اللي موجودة عندي حنربعها ثم نأخذ المجموع نجد أنه 24 و 6 من 10 ناقص مجموعهم اللي هو كان عندي 11 و 8 من 10 تربيع مقسوما على الـ N ب 6 قيمة الانحراف المعياري في العينة 30.0528 أستطيع الآن حساب إحصائيات الاختبار T عن طريق الصيغة X بار ناقص ميو على S على جزر N تبقى 1.967 ناقص واحد و 2 من 10 من الـ H0 مقسومة على 0.500 0.0528 مقسومة على جزر الـ N القيمة ستكون عندي 3.5582 استخراج القيمة الجدولية في الخطوة رقم 3 عن طريق حساب الـ N ناقص واحد 6 ناقص واحد بخمسة والاختبار زو طرفين إذن يتم قسمة الألف على 2 5 من 100 على 2 بـ 25 من ألف و 5 البحث أمام درجات حرية في صف الخمسة أسفل عمود مستوى المعنوية 0.025 ستكون القيمة 2 5.571 لاحظ هذه جدولة هذه محسوبة وهذه جدولية الجدولية هي التي توضع على الرسم وتحدد لمناطق الرفض ومناطق القبول منطقة الرفض هنا كان 2.571 ناحية اليمين وناحية اليسار بقيمة سالبة القيمة المحسوبة كانت 3.5582 نجد أنها تقع هنا 3.5582 إذن تقع في منطقة الرفض لذا نرفض فرض العدم وبالتالي نقبل الفرض البديل مثال آخر إذا كان متوسط ربح سهم إحدى الشركات هو 15 جنيه هذا هو الميو في العام الماضي تم أخذ عينة هذه لأن 7 مساهمين أن توقعتهم عن متوسط ربح السهم للعام الحالي فوجد أنه 17 جنيه هذا إكسبار لأنه من عينة من حرف معياري هذه إس لأنها من عينة هل توافق المساهمين في تقديرهم لارتفاع اي زيادة عن متوسط ربح السهم هذا العام عن العام الماضي وذلك بمستوى معنوية 5% فرض لاختبار H0 وقلنا فيها تساوي موجود على طول ميو بتساوي 15 أو ارتفاع يعني يزيد عن ربح العام الماضي اللي هو 15 طالما أنه أكبر من يبقى دازو طرف أيمن ثم بعد ذلك نقوم بحساب قيمة T لماذا T لأن ال N ساوي 7 أصغر من 30 المجتمع الموجود تباينه سجمة أو سجمة تربيع مجهولة من المفترض أنه كان يقول أنه التوزيع متوسط ربح السهم إحدى الشركات هو 15 جنيه بيد بعد التوزيع الطبيعي إذن نستخدم T T بتساوي X بار ناقص ميو على S على جزر N X بار عندي هنا ب17 ناقص ال 15 مقسومة على S ب2 على جزر ال N اللي هي كانت ب7 نجد أن القيمة عندي بتساوي 62 من 100 ثم نذهب لاستخراج القيمة الجدولية بمستوى معنوية ألفة بالكامل وليس ألفة على 2 لماذا يا شباب لأن الاختبار من طرف واحد إذن نبحث عن T بN ناقص واحد اللي هي 7 ناقص واحد حجم العين ناقص واحد ومستوى المعنوية 5 من 100 في صف ال 6 أسفل ال 5 من 100 نجد القيمة 1 943 نقارن بين الواحد المحسوبة واثنين الجدولية نجد أن المحسوبة أكبر أي أنها تقع في منطقة الرفض أي أن قيمة T تقع في منطقة الرفض وبالتالي نوافق المساهمين على توقعاتهم بقبول فرض البديل بارتفاع متوسط الربح للسهم هذا العام عن الخمستاشر جنيه المفترضة من أو الموجودة أو المحسوبة في العام الماضي عايزك تلاحظ معي أني أستطيع أنه أرسم توزيع T متماسل حول الصفر قيمة T المستخرجة من الجدول بتساوي 1.943 هذه القيمة المحسوبة 2.65 تقع في منطقة الرفض لاحظ أني رسمت منطقة رفض واحدة وهذه هي منطقة القبول بالكامل ترجمة نانسي قنقر